الرئيس السيسي يوجه بإقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وفق أعلى المواصفات العالمية الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى لقضية المياه للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومية الرئيس العراقي يؤكد ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعتات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة موجز وأنباء الثامنة صباحا يأتيكم من أكسترا نيوز أسعد الله أوقاتكم في البداية وكالمعتاد نتمنى من الجميع اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أن تحموا أنفسكم ومن تحبون وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية لذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيرة الصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد ومدير المركز الطبي العالمي ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس وجه أيضا باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد كما وجه الرئيس بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومية ومن ثم تتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل لاتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وخلال استقباله الرئيس الكينية أهورو كينياتا أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجال كما تقدم الرئيس بالتهنئة إلى رئيس كينيا لانتخاب بلاده لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي أكد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها الوطني وخلال تلقيه اتصال هاتفي من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون جدد شكري تأكيد مصر على ضرورة التصد الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية فيما عبر المبعوث الأممي عن تقديره لدور مصر المتوازن والداعم لجهود التسوية في سوريا والحرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد أشهد عدد من سفراء دول العالم لدى القاهرة بالكشف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والأثار بمنطقة سقارة والذي تضمن عددا ضخما من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من 2500 عام وقد وجه سفير المملكة العربية السعودية شكره إلى وزير السياحة والأثار على دعوته لحضور الإعلان عن هذا الكشف العظيم وعلى المشاركة في مشاهدة فتح أحد التوابيت بينما وصف السفير الفرنسي الكشف بأنه رائع وغير عادي فيما عرب السفير النيوزلندي لدى القاهرة عن اندهاشه برؤية ممياء لأول مرة داخل أحد التوابيت أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تحمل الوزارة لمصاريف الدراسة للعام الدراسي 2020-2021 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وذلك لما يقرب من مليون ومائة ألف طالب من الأسر الأولى بالرعاية والتي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة كما أعلنت وزيرة التضامن عن تقديم ألف حاسب محمول هدية للطلاب من متحد الإعاقة البصرية وألف سماعة لمتحد الإعاقة السمعية فضلا عن تقديم مائة ألف حقيبة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا استعدادا للعام الدراسي الجديد بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وأشارت إلى تقديم منح دراسية جامعية لستة آلاف وثلاثمائة وتسعة طلاب من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم معرض نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري والذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي بمركز الهناجر للفنون بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر عربت الوزيرة عن سعادتها بالمعرض الذي يوثق أحداث حرب أكتوبر المجيدة ويصور تضحيات الجيش المصري مضيفة أنه يضم أعمال لعظمائر السامي الكاريكاتير خلال تلك الحقبة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 11 وفاة أشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى خروج 81 حالة من المتعافين من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97355 حالة أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة دعم إجراءات حكومة بلاده في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الأمن والاستقرار تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال استقباله السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة فيما أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم استقرار العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة مفاجئة بمحيط مستشفى والتر ريد العسكري لتحية أنصاره الذين احتشدوا خارج المستشفى قبل أن يعود إلى المستشفى مرة أخرى لمتابعة تلقي العلاق وقبيل قيامه بجولته القصيرة نشر ترامب رسالة مسجلة عبر موقع تويتر أكد فيها أنه تعلم الكثير عن فيروس كورونا وأصفاً إصابته بالفيروس بأنها رحلة ممتعة وقد أثارت جولة ترامب خارج مستشفى العسكري تساؤلات حول ما إذا كانت قد انتهكت البروتوكولات العلاجية المقرة لعلاج كورونا واتهم عدد من الأطباء في الولايات المتحدة ترامب بتعريض حياة مساعده وحراسه للخطر وأكدوا أن كل شخص رافق ترامب في سيارته يحتاج إلى الدخول في حجر صحي لأربعة عشر يوماً وفي رده على تلك الانتقادات قال البيت الأبيض أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية لحماية الرئيس وكذا مسؤولي البيت الأبيض وعملاء الخدمة السرية في غضون ذلك قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسيات الأمريكية جو بايدن أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لبايدن جاءت سلبية للمرة الثانية وتأتي النتائج بعد خمسة أيام من قضاء بايدن أكثر من تسعين دقيقة على منصة المناظرة التلفزيونية الثلاثاء الماضي مع ترامب والذي ثبت فيما بعد إصابته بالفيروس في الرياضة يلتقي فريقا سموحا والزمالك اليوم على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر تأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب فوزه على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الاثنين والثلاثين من المسابقة بينما تخطى فريق سموحا هذا الدور بعد فوزه على مركز شباب العبور بهدف للا شيء فاز النادي الأهلي المتوج رسميا ببطولة الدور الممتاز على المقاولون العرب بهدف للا شيء في منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدور الممتاز لكرة القدم سجل هدف اللقاء الوحيد عمر السلية من ركلة جزاء ليرفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة مواصلا تربعه المضمون على قمة البطولة التي حسمها للمرة الثانية والأربعين في تاريخ المسابقة فيما تجمد رصيد المقاولون عند 52 نقطة وبقي في المركز الرابع قد الأهلي في هذه المباراة المدير الفني الجنوب إفريقي الجديد بيتسو موسيماني الذي تولى المسئولية خلفا للسويسري المغادر ريني فايلر اكتسح أسطن فيلا ضيفه ليفربول بنتيجة سبعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدورية الإنجليزية الممتاز بهذا الفوز رفع الفيلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بما تجمد رصيد الليفر عند ذات الرصيد من النقاط في المركز الخامس نلفت عناية حضراتكم إلى أن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز عالي الجودة سيكون 12 303 فيما سيكون معدل الترميز الجديد لهذا التردد 27500 ومعامل استقطاب أفقي انتهى الموجز إلى الملتقى بإذن الله موسيقى